من تونس نشرة الأخبار السابع صباحا بتوقيت تونس التاسع صباحا بتوقيت القدس المحتلة نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية أهلا بكم مرسوم رئاسي يعزز حقوق العاملات الفلاحيات بامتيازات ومنافع شاملة ضمن نظام الحماية الاجتماعية اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية تقر مشروعي تهيئة السواحل الشمالية لمدينة اسفقس وبنغياظة بالمهدية للاستثمار بتكليف من رئيس الجمهورية وزير الخارجية يشارك اليوم في باريس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان وفي العالم مقتل أربعة جنود صهاينا جنوب لبنان والطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ سبع عشرة غارة على جنوب بيروت كانت هذه عنوين النشرة وإليكم الأنباء بالتفصيل صدر بالرائد الرسمي أمس مرسوم رئاسي يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي سيمكنهن من الانتفاع بالتأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتأمين ضد حوادث الشغل ومنح وعطل الأمومة وتحويلات مالية شهرية بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي وسيتكفل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بنسبة من مصاريف النقل لفائدتهم علاوة عن تكفله بنقل النفقات بكل النفقات المترتبة عن مختلف البرامج للإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية للعاملة الفلاحية وفق منص عليه مشروع قانون المالية الفين وخمسة وعشرين واقترح مشروع القانون تمويل الصندوق من ميزانية الدولة بخمسة ملايين دينار ومعلوم بنسبة واحد بالمئة من أقصات التأمين واقتطاع بقيمة خمسة الدنانير بعنوان كل شهادة فحص فني من قبل الوكلة الفنية للنقل واقتطاع بنسبة عشر بالمئة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا وبموجب المرسوم الرئاسي ستتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنفيذ برنامج الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات وتأطيرهن كما سيتولى البنك التونسي للتضامن تمويل المشاريع المنجزة وتتكفل الدولة بمعاليم الاشتراكات المحمولة على العاملات الفلاحيات غير الأجيرات بعنوان نظام الضمان الاجتماعي لمدة السنوات الثلاث الأولى من بداية النشاط على أن تنخرط العاملات الفلاحيات غير الأجيرات وجوباً بصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إثر تسوية عدد من النقاط العالقة والمتصلة أساساً بتحرير الحوزة العقارية أقرأت اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية في اجتماعها السابع أمس بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري عرض مشروعي تهيئة السواحل الشمالية لمدينة اسفاقس وبن غياظة بالمهدية للاستثمار واتخاذ التدابير المناسبة للانطلاق في الإنجاز أعلنت الوكلة الفنية للنقل البرية ترفيع في طاقة استيعاب مراكز الفحص الفني وفي عدد الأماكن المعروضة للحجز في كل مركز بداية من الأول من نوفمبر المقبل وأفدت المديرة المركزية لشؤون الفنية والاستغلال بالوكالة الفنية للنقل البري آمال الضاوي في تصريح للإذاعة الوطنية بأن هذا الإجراء يتنزل في إطار دعم شفافية خدمات الفحص الفني الدوري للعربات إجراء هدية على أثر التطويرات قامت بها الوكالة على مستوى المنظومة متع عمليات الفحص الفني باعتماد الدمج الآلي للبيانات متع الحز المطبخ والدمج هدية ما كنا باش نتخليه على مواقع التجيب اللي كانت موجودة كان المواطن وقت اللي يجي يدخل المركز الفحص الفني يكون بعملية تجيب العربة متاعه حالياً تم تطوير المنظومة بطريقة اللي تم دمج إلي البيانات وبالتالي نرجمنا في مجموعة أولى من المراكز باش نتخليه على عمليات التجيب الإجراء الإخر الجديد هي اللي باش يتم تقيد بالمواعيد اللي تم حزها تابقاً المواطن عنده إمكانية باش يقدم المواعيد سواء الإمكانية هي معاش وهذا نجم يتغيب فيك النهار وعنده ينتفع بالمجانية من ساعة إجراء الفحص الفني في ظرف يومي عمل نجم تجي للمركز متاع الفحص الفني وتقدم العربة متاعه ما غير ما تيخذ مواعيد أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ ليلة البارحة عودة حركة المرور بصفة عادية في كامل الطرقات ومن جهتها أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية مساء أمس توقف سير القطارات على الخط الرابط بين أسفاقس المتلوي وأسفاقس جابس وذلك حفاظاً على سلامة المسافرين إثر التهاط للكثيف للأمطار والذي أدى إلى سيلان المياه بغزارة تحت أرضية السكة الحديدية بين محطتي جارجور والمحرس وكادت الشركة في بلاغ لها أنه سيتم إعلان عودة السفرات بعد التشخيص وضعية أرضية السكة والقيام بما يلزم لتأمين حركة القطارات في كنف السلامة اللازمة وتعلم الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق أنه سيتم غلق الوصلة المؤدية إلى حمام لنف بالمدخل الجنوبي للعاصمة ليوم واحد وذلك بداية من اليوم الخميس على الساعة السادسة صباحاً وسيتم فتحها للجولان غداً الجمعة على الساعة السادسة صباحاً وذلك لاستكمال الأشغال المتعلقة بتوسعة المدخل الجنوبي للعاصمة ويمكن لمستعملي الطريق القاصدين حمام لنف والوطن القبلي مواصلة السير باتجاه محاول المركب التجاري ثم الولوج داخل الفضاء عبر المسلك الخلفي والخروج منه في اتجاه العاصمة ثم التعرج يميناً في اتجاه حمام لنف عبر محاول المدينة الرياضية برادس وتدعو الوزارة مستعملي الطريق إلى مزيد الانتباه واحترام إشارات المرور مع ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة خلافاً لما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والإذاعات الخاصة بخصوص عملية سطو على شاحنة نقل أموال أمس بالقرب من مكتب البريد في ساحة بيبسويق وسط العاصمة توضح وزارة الداخلية أنه تبين بعد تعميق التحريات والأبحاث أن الأمر يتعلق بعملية السرقة اقترفها الأطرف الثلاثة المؤتمنون على المبالغ المالية التي كانت في عهدتهم واستيلائهم على مبلغ مالي قدره مائة ألف دينار من بين المبالغ الموجودة بعهدتهم وإخفائه بأحد الأماكن بدوار هشر بمنوبة في انتظار اقتسام المبلغ فيما بينهم بعد إيهام الوحدات الأمنية بأنهم تعرضوا لعملية سطح بتكليف من رئيس الجمهورية يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج اليوم بباريس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان ويهدف المؤتمر إلى جمع المساعدات لفائدة النازحين وتوفير الدعم اللازم للجيش اللبناني ليكون جاهزا لتولي مسؤولياته الأمنية جنوب البلاد بعد انتهاء القتال وفي لبنان شنت طائرات الحربية الإسرائيلية سبع عشرة غارة على الضحية الجنوبية لبيروت الليلة البارحة حيث تم التسوية ستة مبان بالأرض وفق ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ما يجعلها من أكثر الليالي عنفا منذ اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي وجاءت الغارة بعد وقت قصير من إصدار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة X اندارات جديدة بإخلاء مناطق في جنوب بيروت في مقابل ذلك قتل أربعة جنود صهايين وعصيب خمسة عشر في انفجار لغم أرضي جنوبي لبنان في حين ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أنه تم تسجيل إصابات بتل أبيب الكبرى أثناء الهرب إلى الملاجئ جراء صواريخ أطلقت من لبنان كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس إصابة 22 جنديا في لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأعلن حزب الله أنه قصف برشقة صاروخية نوعية قاعدة جاليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية ثمانية ألاف ومئتين في ضواحي تل أبيب وقال الحزب أنه قصف أيضا قاعدة زفل لصناعات العسكرية شمالي مدينة حيفا كما أعلن أن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين بين بلدتين العديسة ورب ثلاثين في مثلث مستوطنة مصغاف عام وأنه هاجم جنودا إسرائيليين عند مثلث بلدات رب ثلاثين والعديسة ومركبة على صعيد آخر أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون لنظيره الإسرائيلي يوف غالانت عن قلقه العميق إذا أمقتل ثلاثة عسكريين لبنانيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي أوستون شدد وفق بيان لوزارة الدفاع الأمريكية على ضرورة أخذ كل التدابير اللازمة لضمان أمن القوات المسلحة اللبنانية وقوات حفظ السلام الأممية العاملة في جنوب لبنان يونيفل نفذت كتائب عز الدين القسم الجناح العسكري لحركة حماس عملية نوعية ضد مقر قيادة الاحتلال الإسرائيلي في جباليا وأوقعت قتل وجرح في صفوف الجنود والضباط الكتائب أوضحت أن الهجوم وقع قرب نادي معسكر جباليا ونفذ باستخدام قذيفة مضادة للتحصينات يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة ضد سكان غزة حيث أفادت وزارة الصحة في القطاع بسقوط 42 شهيداً خلال 24 ساعة وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية شمال غزة وهو ما يفسر العدد الكبير للشهداء فيما يشاهد العالم ما يجري في قطاع غزة دون أن يحرك ساكناً الدفاع المدني في غزة أعلن توقف عمله كلياً شمال القطاع مشيراً في بيان إلى أن الوضع بات كارثياً في وقت ذكرت فيه الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن إحدى شحناتها تعرضت لقصف إسرائيلي مباشر بواسطة صاروخ ما أدى إلى مقتل اثنين من موظفيها السبع صباحاً واثنة عشرة دقيقة بتوقيت تونس التاسع صباحاً واثنة عشرة دقيقة بتوقيت القدس المحتلة هكذا نصل مستمعين ومشاهدين لا كارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري أمنه لكم شهاب الحجداوي وأخرجه إذاعياً مرون الدريدي ومرئياً عمر الجبالي وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عنوين مرسوم رئاسيون يعزز حقوق العاملات الفلاحيات بامتيازات ومنافع شاملة ضمن نظام الحماية الاجتماعية اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية تقرر مشروعي تهيئة السواحل الشمالية لمدينة اسفقس وبنغياض بالمهدية للاستثمار بتكليف من رئيس الجمهورية وزير الخارجية يشارك اليوم في باريس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان وفي العالم مقتل أربعة جنود صهايين جنوب لبنان والطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ سبع عشرة غارة على جنوب بيروت شكراً على طيب المتابعة والاهتمام مستمعين الكرام المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء اشتركوا في القناة